وزراء دفاع الدول الثماني والعشرين لحلف شمال الأطلسي عقدوا اجتماعهم صباح الخميس في بروكسل لمناقشة الدور الروسي العسكري في سوريا ودخول طيرانها الحربي المجال الجوي لتركيا الأمن العام يانسي ستولتنبرغ أعلن أن الحلف مستعد وقادر على الدفاع عن كل الحلفاء بمن فيهم تركيا كما عبر عن القلق وقال قلقنا مرتبط بشكل خاص بالانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي من قبل الطائرات الروسية وما يقلقنا هو أن الروس لا يستهدفون بشكل رئيسي تنظيم الدولة الإسلامية وإنما مواقع لمجموعات معارضة أخرى كما أنهم يدعمون النظام أدعو روسيا للاعب دور بناء ومتعاون في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في هذا الاجتماع الذي كان مقررا منذ وقت طويل رأى ستولتنبرغ ضرورة ملحة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ويأتي ذلك غادة قصف الأسطول البحري الروسي في بحر قجبين مواقع في سوريا وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أنه أصاب منشآت لتصنيع القذائف ومراكز قيادة موسيقى